قبرص لا تقف وحيدة أمام الهجمة التركية على غازها في قلب القاهرة وقف الرئيس القبرصي إلى جوار مضيفه المصري ونظيره اليوناني اشتكت ثلاثة من أطمع أنقرة في مياه البحر المتوسط اليونان تشتكي منذ سنوات في مثل هذه الأيام قبل عام غامرت تركيا وبدأت بالتنقيب في البحر بحثا عن الغاز والنفطة العمليات بدأت على مسافة 100 كم قبالة انطاليا حينها قالت أثناء أن الموقع يدخل على مناطق ثرواتها قبل نحو 40 عاما صدر قانون أممي ينظم الثروات في المياه الدولية وصارت التسمية لكل دولة المياه الاقتصادية شكوى اليونان وقبرص ومصر أن تركيا وسعت مياهها الاقتصادية إلى 190 ألف كيلو متر من دون اعتراف دولي أو ترسيم حدودي مع جيرانها 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز في شرق المتوسط والدول العشرة تتسابق للتنقيب عنها مصر نجحت في احتواء المشهد وعقدت حلفا مع اليونان وقبرص وصف بالذهبي وطورته لتؤسس منه منتدى غاز شرق المتوسط فزادت عزلة تركيا سياسيا لكنها ما زالت مصر على التنقيب في منطقة قبرصية ورئيس قبرص يشدد على أنه اعتداء صارخ على سيادة بلاده أما أنقرة فتهدد عسكريا كل من يدافع عن مياهه في قبرص واليونان كما من يدافع عن أرضه في سوريا للإخبارية عبدالله الحاجري